تحية طيبة مشاهدين الكرام أهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة من قناة صلاح الدين بحث محافظة صلاح الدين رئيس اللجنة الأمنية العليا الدكتور المهدس عمار جبر خليل مع أمر اللواء 22 في الحجر الشعبي المقاتل أبو نجم الشغانبي الخطط الاستباقية والاستعدادات والاحتياجات التعبوية في شرق المحافظة وتوحيد الجهود مع قوات الماسكة للأرض لإحباط مخططات الإرهاب وتوفير بيئة آمنة للاستقرار والسلم المجتمعي وعبر المحافظة عن الاستعداد لتوفير مسلزمات النصر على الإرهاب وتعزيز قدرات المقاتلين في قوات الحجد وجميع القطاعات الماسكة للأرض من أجل تعزيز ثوابت الاستقرار وحماية أرواح ومتلكات المواطنين ضمن مشروع الدولة العراقية فيما قدم أمر اللواء شرحا مفصلا عن طبيعة التحديات والتحولات التعبوية في قاطع مهم بين صلاح الدين وديالة ترجمة نانسي قنقر